السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا نادية عبد السلام ودي قناتي لو اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ياسلكم كل جديد النهاردة قلت افطر معاكم عملت مك من الشاي بلبن وصندويتش من الفول احلى بكتير من اللي بنشتري من بره تعالوا اقولكم ازاي نعمل فول الصندويتشات ويطلع بطعم احلى من اللي بنشتري من بره وكمان هقولكم على بعض النصائح المطبخية لأكل طعمه احلى بكتير يلا بينا نشوف الفيديو في طاصة على النار هضيف معلقتين كبار من الزيت واستنى لما الزيت يسخن وهنزل عليهم بفصل واحد من التوم المفروم مع قيم قطعة صغيرة من الفلفل الحار هشوح التوم مع الفلفل تشويحة سريعة ومن غير ما التوم ياخد اي لون هنزل عليه بطماطموية متقطع مكعبات صغيرة وبرضو هشوحها تشويحة سريعة ومن غير ما تتسبك ولا حاجة هنزل عليها بالفول لو سبت التماطم تتسبك هيبقى فول بالسلصة ده اخر طبق من الفول اللي كنت عاملاه معاكم قبل رمضان كنت فرماه في الخلاط ومفرزه مفروم جاهز انا بحبه مفروم علشان بيبقى اسهل في الهضم فلو فرست زي ما هو هياخد وقت على ما يفكه مش هقدر افرمه في الخلاط لكن كده اسهل علي بكتير هطلعه كده اول مسحة من النوم وشوية صغيرة ويفكه وابدأ احضره حتى هو هو لسه فيه قطعة كده متجمدة بس حالا هتفك بسم الله ما شاء الله الفول زي ما هو كاني لسه عملي لونه مغيرش ولا اي حاجة هاطف عليه معلقة كبيرة من التحينة وهبتدي كده قلبها مع الفول التحينة بتدي للفول طعمه حلو جدا وطبعا بتخلي لونه فاتح ولو ان هو مش محتاجه هو لونه فاتح ما شاء الله هاطف عليه الملح وطبعا الفول ما يحلاش الا باضافة الكمون الناعم بيخلي طبعا طعمه حلو جدا ورحته كمان هقلبهم مع بعض وبكده الفول بقى جهز هرفاه من على النار وهعصر عليه لمونة وأخرط عليه عودين من الجرجير وعملوا منه احلى سانتو تشاة فول للفطار مع مج من الشاي بلبن او كبات شاي بالنعناع ودعو لي بقى دايما لما بنسلق البيض الطازة وبنيجي نقشره بيغلبنا في التأشير وبيطلع منه طبقة في القشرة علشان البيض المسلوق يتقشر معك بكل سهولة ويطلع بالشكل ده ولما نقدمه على الفطار شكله يفتح النفس هنعمل خطوة بسيطة جدا بس هتدينا نتيجة ممتازة هرفع المية اللي هسلق فيها البيض على النار وهستنى لما تسخن كويس وقبل المتايلي هنزل بالبيض بيضة بيضة على المعلقة بالشكل ده علشان احافظ عليها وما تتكسرش وكمان احافظ على ايجي من المية السخنة الافضل البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ لو في التلاجة هتطلعه قبلها بشوية هشطفه بالمية علشان ياخد من درجة حرارة المطبخ ولما نزله في المية السخنة مايفرقعش لان البيضة لما بتفرقع في المية بتشرب من المية وطعمها مش بيبقى حلو واول مية اللي هسيب عشر دقيقة على النار متوسطة المكارونة بتطلع معيك طرية او مع الجنة هقولك ازاي تطلع معيك مظبوطة اول حاجة نوع المكارونة يكون جيد تاني حاجة الحلة تكون حجمها مناسب لكمية المكارونة حملة ثلاث تربع الحلة بالمية واول ما الميتاي اللي هضيف الملح وبعد كده هنزل بالمكارونة وهقلبها من مرتين لتلاتة علشان ما تمسكش ببعضها ومش هسويها تسوية كاملة اول بس ما تبتدي تلين وتبقى ثلاث تربع سوى على طول هصفيها باشطفها شطفة سريعة جدا تحت المية وبعد كده بقلبها مع مكعب زبدة او بقلبها فلسوسة على النار مدة خمس دقيقة على النار هدية كاني بعمل رز بالزبط هتطلع مظبوطة جدا لما تيجي تعملي العصاج بيقتر البصل شوية البصل بيدي تسكيرة حلوة للعصاج وبيخلي طعمه احلى وكمان بيضاعف الكمية واتنسيش تبقى تشيديو منه معلقتين تلاتة وتحفظيهم في الفريزر هينفعوكي في اكلة تانية عايزة تشوي اللحمة في البيت ويطلع طعمها زي اللي بيجي بيها من برا واحلى كمان يبقى لازم اتبل اللحمة واسبها في التدبيلة ليلة كاملة على رف التلجة علشان تتشرب من التدبيلة وطعمها يبقى احلى ولادك بيحبوا البطاطس المحمرة بس مش كل مرة فتطلع مقرمشة زي ما بيحبوا يبقى لازم نقطع البطاطس شرايح رفيع على قدم ما نقدرون نغسلها وننقعها في المية واضيف عليها معلقة من الخل واسبها شوية وبعد كده نشطفها ونبتدي نقليها لما نيجي نقلي البطاطس بتعمل لنا مشكلة كبيرة وهي ان بيبقى فيها نسبة مية والزيت سخت فيبتدي الزيت يبهد لسطح البتاجاز علشان هقلي طاصة واحدة بس من البطاطس واضطر بعد كده اغسر البتاجاز وحوامل البتاجاز يبقى هشغل النار على الزيت وقابل الزيت ما يبتدي يسخن هضيف البطاطس يعني الزيت اما هيبقى بارد او يدوب بس بدأ يسخن هنزل بالبطاطس كده هتقولولي ازاي والزيت بارد البطاطس كده هتطلع شربة زيت هقال لكم لا دي معلومة مش صحيحة انا معتمد الطريقة دي بقالي سنين وبتطلع احلى بطاطس طب لو البطاطس طلعت شربة زيت بيبقى من نوع البطاطس نفسها والدليل على كده انك ممكن تقلي البطاطس في زيت سخنة جدا وبرده تطلع طرية وشربة زيت هوزع البطاطس بالشكل ده شايفين يدوب الزيت بادي يسخن قبل بقى ما يسخن جامد ويعمل لي مشكلة ويبهدل البتاجاز هجيب غطة حالة يكون منيسبة على قد التاصة وهبتدي اغطي البطاطس لو شايفين اني بقدم محتوى هادف واستحق الدعم يا ريت ما تنسوش اللايك هستنى شوية وبعد كده هبتجي ارفع الغطة لما حس كده ان صوت الزيت مع المية ابتدى يهدى ملهوش اي صوت في الوقت ده خلاص هعرف انه هو مش هيبهدل البتاجاز هرفع الغطة شايفين الغطة عامل ازاي كل ده كان هيبقى على سطح البتاجاز هقلف كده البطاطس تقليبه وبعد كده ممكن اغطيها مرة تانية بس لازم طبعا تخلوا بالكم هنا او في الوقت ده مش مهم تغطوها ممكن خلاص تكمله سوا على كده خلاص حمرنا البطاطس وطرعت باللون الحلو ده شايفين البطاطس مش شرب اي زيت مقرمشة لو عايزينها مقرمشة من برة وطرية من جوه هتقطعوها بس سميكة شوية هنرش بقى اهلي هكده شوية من الملح ورشة بسيطة كده من الكمون احلى طبق بطاطس محمرة العنب من الفكهة اللي ممكن تعمل مشكلة صحية زي المغس او الاسهال وعلشان كده طبعا لازم نغسلها كويس جدا هنقعوه في المياه مدة عشر دقائق وفعد كده هاخدوه على مصفى وافتح عليه المياه الجارية هشتفو كويس وهو في المصفى علشان ينزل اي حاجة تكون جير مستحبة او همسك العنقود كده وهفتح عليه المياه بس يكون تحته مصفى او بولا علشان العنب اللي يقع يقع في المصفى ما يقعش في الحوت بالطريقة دي هتخلص من اي حاجة جير مستحبة هكتفي بكده لا هرجع املى البولا مرة تانية واضيف عليه معلقة كبيرة من الخل وانقع العنب لمدة عشر دقائق وزايه كمان من الفكهة الخوخ الخوخ من الفواجه اللي لازم نغسلها كويس دول اكتر نوعين من فكهة السيف بنقلق منهم شوية بنغسل الخوخ واحدة واحدة تحت المياه الجارية واضعكها كويس بيدي وبعد كده هنقع في المياه بخل مدة عشر دقائق وزايه التفاح المشمش البرقوق وبعد كده هشطفهم من المياه بخل هشطفهم تحت مياه جارية ونقدمهم وبالهانة لو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو باشكركم جدا ولو اعجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب واستنوني في وصفة جديدة وباي باي اشتركوا في القناة